بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد نتيجة مصابقة تطبيق البرواز الثلاثة الفائزين في مصابقة أجمل برواز على جروب كراكيب وتفنين الخاص بتعليم وعرض أعمال وإبداعات العطاء مبدئيا شكرا للأستاذة ماري عماد لمجهوتها لنجاح هذه المسابقة المستوى الثالث معنا العدوة المميزة موناء قليب المستوى الثالث وده العمل بتاعها برواز خيالي شكل جميل جدا العدوة المستوى الثاني العدوة المميزة عبير مبارك عن العمل المميز جدا اللي هو قدامكم ده ده برواز من القواقع ومن ومن حاجات البحر العدوة المميزة اللي فازت بالمستوى الأول الأستاذ عبير سامير عمل جميل جدا ومجهوت رائع عمل برواز من ورق الجرايط أو من الورق عموما مجهوت كبير تسلم يديها وتحييت شكرا وتقدر لكل من شارك في المسابعة وحظ أفضل في المسابقات القادمة بإذن الله طيب هنرجع للفكرة بتاعتنا ونركز فيها لأنه هي حاجة جميلة جدا جدا وهتعجبكم بإذن الله ولكن محتاجة شوية تركيز صغيرين أول حاجة بنجيب معنا الرول بعد كده بنجيب معنا كارتونة اللي هي أي كارتونة عندك بتعملها بنفس الشكل ده لو حابب تطلع نفس الشكل ده في الآخر طبعا الشكل ده بيرجع لكل واحد وراحت وكل حاجة هتوضح دلوقت واحدة واحدة بنبدأ نجمعها بنعمل حوالي عشرة من دولار وبنبدأ نجمعهم على الرول طبعا الرول ورق بتاع الخاص بالمطابخ ارتفاع الرول ده حوالي 40 سنتي أو 35 سنتي على حسب برضو زي ما تحب بس ده حوالي 40 سنتي اللي أنا شغال بي ده تمام بتبدأ تجمع الحاجة بتاعتها كلتها بنفس الشكل ده كلها تكون قد بعضها وتكون كلها من سوية جمعناها بتبدأ بعد كده تملى الفراغات دي كلها بأي كاراتين صغيرة عندك يعني أي كاراتين والفضلات بتبدأ تجمع بها تقفل بها الفتحات دي تمام بتحول على رد ما تقدر ان انت تملى الفراغات بعد كده بتجمع الجزء اللي تحت ده بتعمل حتة برضو زي مسلس وبتبدأ تمشيها مع الفوق تكون مظبوطة مع الفوق ده تكون معنا القاعدة بتاعت الشكل كل طبعا شغل الكاراتين كله بيبقى يفضل بالشامعة يعني على حسب برضو ولكن معظم الشغل الكاراتين مفضل بالشامعة لان الشامعة بيمسك كويس جدا في الكاراتين ما تنسناش يا جماعة اللايك والشير عشان خطر الفيديو يوصل للجميع بإذن الله طيب بنبدأ نجمع الجزء الثاني بنفس الشكل طبعا سيبنا هنا حوالي 7 سنت وسيبنا هنا حوالي 7 سنت عشان تجمع القاعدة وتجمع الجزء الاعلى بتاعها خلاص الجمعت معنا كده بنفس الشكل بقت كلها بالشام بنبدأ بعد كده نجيب اللازق اللي هو الورقي طبعا اللازق ده بيكون موجود في المحلات بتاعت الدهنات لان النقاشين او الناس اللي بتشتغل بالبهية بتحتاجوا عشان بتعمل بيشغل في الشعوة والجدران او كده فده عمتا بيكون موجود في المحلات اللي هي بتبيع الدهنات البكرة بتعمل خمسة جنيه البكرة صنط ونص بتعمل خمسة جنيه بتلفوا بنفس الشكل ده بعد كده بتجيب الفل طبعا في ناس ممكن تأفل ده كل ده مثلا عجينة ورق بس هيبقى كتير جدا وهتغيب عبل ما تنشاف وهتاخد عجينة ورق كتير لان عجينة الورق برضو بتتكلف غيرها فده هيبقى كتير جدا فاحنا هنستفد بالفل اللي هو القديم اللي عندنا ونحاول نملة المكان ده كله الداير كله هنبدأ نملة بالفل زي ما انتو شايفين كده طبعا اللي حابب يشترك معنا في الجروب هسيب لكم رقم التليفون اللي حابب يشترك هتوصل معايا وهضيفه بإذن الله بعد ما بعت لي رسالة بصوته يأكد لي ان هو هدفه بالجروب عشان خاطر الرسالة دي مهمة جدا عشان خاطر برضو الناس اللي بتدخل على الجروب ما حصلش اي مضايقات لها او اي او اي مشكلة تمام بنبدأ بعد كده نجيب المكوى ما عندكش مكوى ممكن سكينة سكينة بعد كده بتبدأ تساوي الفل ده تسياحه بحيث ان هو يكون ماشي مع الدورانات الكارتين زي ما انا شغل كده بالزرط بعد كده بتجيب عجينة الورق ديت هسيب لكم رابط عجينة الورق في اول تعليق وفي صندوق الوصف بازن الله هي طريقة سهلة بس هي الطريقة ديت اللي هسيبها لكم طريقة كويسة جدا وطريقة صحيحة جدا واتطلع معك عجينة الورق مظبوطة عايزها نعمة هتلاقيها عايزها مسلا تكون مسكة شوية زي ما هتحب هتلاقيها لان الطريقة معضحة كل حاجة بإذن الله بتجيب عجينة الورق بتبدأ تملاها وتسويها بنفس الشكل ده تيما بتسيبها تانشة في يوم وبعد كده بتجيب اللي هو المعجون الحوائط ما عندك معجون الحوائط هتجيب أسمنت أبيض على غيرها أسمنت أبيض على غير أبيض هتحط مثلا ربع كيل أسمنت أبيض وعليهم ثلاث معلقة غيرها وتبدأ بعد كده تطربهم كويس وتشتغل بهم لو ما عندك مش معجون من ده أو مش عايز تجيب معجون الأسمنت ربعه ده غير هي هيض الغرض بإذن الله بعد كده بعد ما بتنشب بتبدأ تلاعط اللي هو الحاجات اللي هي الحاجات نقصة حاجات مفرغة بتبدأ تملاها بالفرشة بنفس الشكل كده بتبدأ تملاها كلها المرحلة دي مهمة جدا يا جماعة لأن هي ديت اللي بتصبت الهيكل معاك في الآخر يعني بتخلي الهيكل بشكل كويس تمام بعد كده بتجيب الصنفرة وبتقدر تصنفر الشغل ده كله بتحيس إن هي تسويها طبعا كنت مصنفرها برضو بس أحبيت أوريكم بتصنفر إزاي الصنفرة دي صنفرة 80 أو صنفرة 100 دي بتشتغل دي بتشتغل ودي بتشتغل ما فيهاش مشكلة بتصنفرها كلها طبعا بحيس إن هي تكون متسوية ويكون شكلها كويس إن هي كده دخلت في مرحلة التشطيب بعد كده بتجيب الدهان اللي هو الزيت ما عندكش زيت ممكن تستخدم بلاستيك برضو ما فيش مشكلة بس أنا حبيت الزيت عشان خطر كنت هشطابها شكل تاني وبعد كده ترددت وعملتها بطريقة تانية ولكن أي حاجة بحيس إن هي تبقى بطغانة بس زيت أو بلاستيك الموجود عندك تشتغل بي وتبدأ تزبطها بنفس الشكل كده وتخدمها كويس دي طبعا يا جماعة فازة قوية جدا 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 إن هي شام عجنة وراء وحاجة بصراحة فخمة يعني عايز تعمل حاجة تقتنيها إبه هي الشكل ده بعد كده بتجيب اللي هو البلاستيك لبيض ده دهان اللي هو وراته اللي يا جماعة اللي كله تقريبا كله بيستخدم بيستخدمه وتمن رخيص جدا مش غالي يعني العلبة دي بتعمل سبعة جنيه ونص تقريبا بتجيب التلات ألوان دولات أو الألوان اللي انت حابب تلونها أنا عايز أجيب اللون اللي هو اللون الرخامي أو اللون اللي هو اللون الخشبي وبتبدأ تصب من فوق خالص بتقفل الفتحة اللي فوق وبتبدأ تصب بنفس الشكل ده بشكل اللي هو الشكل الموجة ده هيدك في الآخر فنش محترم بتكون خلصت معاك بنفس الشكل ده بتبدأ بعد كده المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التلميع ده ورنيش مائي طبعا نحن اشتغلنا بدهان بلاستيك يبقى هتشط ورنيش مائي بنفس الطريقة ديت برولة مثلا يفضل رولة عشان خطر الفرشة ما تبانش أو بسفنجة بحس الشعر بتاع الفرشة نفسه ما يظهرش في الشكل في الآخر طيب تمام طيب ده بلاستيك فنشطبه ودهان معي لو زيت هتشطب الورنيش اللي هو الورنيش الزجاجي الورنيش الزجاجي ده بخاص ببهية الزيت وتبدأ تتهم بنفس الطريقة ان شاء الله تكون الفكرة سهلة بسيطة هي انا هم قسمها كزا مرحلة عشان برضو تكون سهلة لكم ولكن دي فازة انت تقدر تقتنيها يعني مش يعني انا بصراحة حرمت سواها لان هي تعبتني في الشغل بجد ولكن هي حاجة حاجة كويسة جدا جدا هي اه متعبة في شغلها ولكن في الاخر بتطلع منتج كويس جدا وحاجة محترمة بيكون الشطب معك بنفس الشكل ده يعني حاجة كويسة ان شاء الله تكون عجبتكم اه ما تنسناش اللايك والشير وفعالوا زر الجرس ضروري عشان يوصلكم اشار بالجديد وريتا جماعة تعملوا شير للفيديو ده اتمنى يعني لكل الناس اللي تشوفوا تعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس باذن الله ولو مشتركتوش في القناة الناس الجديدة تشرفنا بالاشتراك في القناة وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية تعجبكم والفيديوهات يكون فيها فائدة باذن الله ليكم واللي حابب يشترك في الجروب يتواصل معايا زي ما قلتلكم وان شاء الله كلنا نستفادوا من بعض وجزاكم الله كل خير وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا